فتوح بالكامل هنتكلم فيها على الأزمة بتاعت سلاسي نادي الزمالك وكمان اللي هو أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وهنتكلم كمان ماذا قال أحمد فتوح بتحقيقات الزمالك وهنتكلم كمان عن سبب استبعاد أحمد فتوح من قائمة الزمالك للمباراة اللي جاية لكن في البداية صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وسيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في بداية الأمر طبعا نجم نادي الزمالك أحمد فتوح اللي الأستاذ أو الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أعلن عرضه للبيع النهائي بيدخل فتوح طبعا في أزمة كبيرة جدا وبيصفح عن نيته وحالة صمت داخل نادي الزمالك ماذا يحدث في الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك كتب الأستاذ أحمد عفيفي وقال مزالت أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك في الساعات الأخيرة على صفية ساخن وذلك بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من القرارات الإنضباطية وكان أبرز تلك القرارات هو عرض سلاسي نادي الزمالك الخطير للبيع النهائي ومن ضمن هؤلاء اللاعبين كان لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح طبعا اللي طالب أرقام فلاكية من نادي الزمالك وهو يعلم تمام العلم أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة نجم الزمالك وأزمة أحمد فتوح الكابتن طارق السيد بيتدخل تمام ليه اللي بيسعد قوة لحل الأزمة بين اللاعب أحمد فتوح ومجلس إدارة نادي الزمالك في الساعات الأخيرة بيتوسط طارق السيد لداء المجلس لحل أزمة أحمد فتوح وتجديد عقده خوفا من انتقاله للنادي الأهلي وإنهاء المشكلة نهائيا في حال موافقة مجلس الإدارة وحتى الآن لم تظهر أي نتائج من قبل مجلس الإدارة لكن اللاعب أبدى حسن نيته وحضر التحقيق بناء على توصية من نجم نادي الزمالك السابق الكابتن طارق السيد زي ما احنا عارفين وعلشان نكون منصفين اللي عمل الأستاذ حسين لابيب رئيس نادي الزمالك هو الكلام الصح هو الصح إن ما فيش لاعب أكبر من النادي وما فيش لاعب يتمرد على النادي ده اللي كان ينقص نادي الزمالك من سنوات كبيرة جدا إن اللاعب اللي يخرج عن الصف لابد من بيعه نهائيا حتى لا تفسد الفريق بالكامل أزمة سلاسي نادي الزمالك مشتعلة مشتعلة جدا سلاسي الفريق الأول لكرة القدم أحمد فتوح ومحمد صبح ومصطفى الزناري مشتعلة قد غضروا معسكر الزمالك قبل مواجهة نادي زد بأقل من 24 ساعة وهو ما أصار غضب الجهاز الفني والذي قرر استبعاد السلاسي وتجمدهم لحين عرض أمرهم على مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذ حسين لابيب اجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك وناقش مذكرات عبد الواحد السيد مدير الكورة في الفريق وقرر تجميد السلاسي وإحالتهم للتحقيق بالإضافة إلى عرضهم للبيع بعد ما بدر منهم كما قرر توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلس أوسيريو المدير الفني للفريق وكذلك لمتحة عبد الهادي المدرب العام مع إسناد مهمة تدريب الفريق مؤقتا للكابتن معتمة جمال بالإضافة لتواجد أحمد مجدي كمدرب ومحمد عبد المنصف مدرب لحراسة المرمى وعبد الواحد السيد مديرا للكورة الإعلام الكبير محمد شابانة بيؤكد أن أحمد فتوح زهير أيصر نادي الزمالك المعروض للبيع خضع للتحقيق اليوم في مقر نادي الزمالك مشيرا إلى أن أقوال اللاعب في التحقيقات كانت مفاجأة جدا بعدما أكد بأنه سبق وخرج من معسقر الفريق لتناول العشاء وفوج بإختاره بعدم عودته كما طلب بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة ماذا قال الكابتن أحمد فتوح بقى؟ يعني أحمد فتوح إيه اللي قاله في تحقيقات نادي الزمالك النهاردة أحمد فتوح في تصريحات تلفزيونية قال فتوح طالب بالحصول على حقوقه ورواتبه المتأخرة كاملا مبديا عدم ممانعته في الرحيل عن نادي الزمالك بعد قرار عرضه للبيان زي ما احنا عارفين أن أحمد فتوح لأكتر من 20 مليون جنيه عند نادي الزمالك يعني مستحقات متأخرة من الموسم الماضي ومن مجلس الإدارة السابق اللي هو كان سبب رئيسي في فساد أودة اللبس في نادي الزمالك بسبب العرض الضخم اللي عمله لأحمد السيد زيزو وكل لاعب في الفريق دلوقتي بقى يطلع يقول إيش معنا ده يأخذ أكتر منه أحمد فتوح ما عندوش مشكلة نهائيا إنه هو يمشي من نادي الزمالك ولكن شرط رئيسي وهو الحصول على كافة مستحقاته المالية أو الرحوط الرحيل عن النادي في يناير والتنازل عن كافة مستحقاته المالية إبا أحمد فتوح إدى للنادي عرضين العرض الأول وهو الحصول على مستحقاته والرحيل في نهاية الموسم أو الرحيل في يناير والتنازل على مستحقاته لنادي الزمالي تب إيه السيناريو الأكبر أو الأقرب لأحمد فتوح في يناير وهو الرحيل في يناير والتوقيع والتعاقد مع النادي الأهلي وديه هنجلها كمان شوية والتنازل على مستحقاته المالية طب أحمد فتوح طالب من نادي الزمالك في الثلاث سنين 150 مليون جنيه طب هل النادي الأهلي هيدلي اللاعب 150 مليون جنيه مستحيل طبعا النادي الأهلي عنده فئات فئة أولى وفئة تانية وفئة تالتة الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعملها النادي الأهلي مع أحمد فتوح وهو تعاقد مع اللاعب ودمجه ضمن قائمة الفئة الأولى أحمد فتوح بيأكد هناك زيارة مرتقبة من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى نادي الزمالك بعد الجمعية العمومية القادمة فهل الأمر سيكون مرتبط بعدم التعاقد مع أحمد فتوح أم مجرد زيارة لإيصار رسالة بأن المنافسة شيء والعلاقة شيء آخر تب إيه السبب الرئيسي في استبعاد نائم أحمد فتوح من قائمة نادي الزمالك إيه السبب الرئيسي سبب استبعاد من قائمة نادي الزمالك لمباراة زد هو أن أحمد فتوح غادر المعسقر الفريق دون الرجوع لأي شخص بالفريق أو الإدارة بالنادي ولم يتقدم بأي اعتذار رسمي حتى الآن مما أدى أن أحمد فتوح يريد الرحيل عن نادي الزمالك طيب أول تعليق من نادي الزمالك على انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لمنتخب مصر طبعا قرارات روي فيتوريا كانت قرارات صعبة واختياراته كانت اختيارات صعبة وانضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب شيء غريب جدا خصوصا أن أحمد فتوح ما بيشاركش بقاله فترة ومحمد صبحي أيضا ما بيشاركش بقاله فترة وده طبعا اللي كانت المشكلة الرئيسية علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على استدعاء روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سناء الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي لعبي الفريق إلى قائمة المنتخب استعدادا لمواجهة سيريليون وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 والتي من المقرر أن تقام في المكسيك وأمريكا وكندا خلال الفترة المقبلة أول تعليق من الزمالك على انضمام فتوح وأكد المصدر في تصريحات خاصة لجريدة الوطن سبورك أن انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي سناء الفريق إلى المنتخب أتى بقرار من جانب المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أنها خيارات خاصة مشيرا إلى أنها خيارات خاصة ولا يعني ما فيش حد يقدر وتؤكد عدم مخاطبتنا لاتحاد الكرة كما يتردد بشكل نهائي بشأن انضمام السناء إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك وتبع المصدر أنه لا تراجع نهائيا من جانب نادي الزمالك بشأن عرض السلاسي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع بشكل نهائي خلال الفترة الحالية مؤكدا أن النادي سيناقش كل العروض المقدمة للسلاسي خلال الفترة المقبلة من أجل رحلهم عن النادي بشكل رسمي في الانتقالات الشتوية القادمة وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بشكل رسمي بعد الأزمة التي حدثت قبل مباراة زد في الجولة السادسة من مصابقة دوري ناير للمحترفي بكده صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا ولكن سؤال الحلقة هل تتوقع اندمام أحمد فتوح في يناير للنادي الأهلي أم سيرحل إلى الخليج مستنى رأيكم وردكم في التعليقات يريد لو عجبك الفيديو ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أشوفك على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر